السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دراتو احنا مشغالين في synchro ممكن يكون عايزين نحتفظ بلوقتة مثلا ان احنا عاملين زوم على جزء معين من المشروع او شايفين المشروع من جهة معينة طيب اروح للنفيجاتور تمام وافعل ال view point وادر سايف كذا view point ماشي يعني ممكن اجي هنا وقول له راكليك وقول له انا عايز تعمل view point واسميه مسلا ده مسلا اكس تمام طيب ممكن اجي مسلا من جهة اخرى وخلنا نشوفها كده بزاوية وقول له ده مسلا راكليك add view point ده وي اهو بالشكل ده طيب لو عايز ارجع لأي واحد فيهم الاكس مسلا هتدوس هنا وتقول له ان انت عايز تشوف ال view دوت اكتف ان selected 3d view او اكتف كل 3d view بالشكل دوت يبقى انا ممكن مسلا نعمل زوم على الجزء معين مسلا الشباك دوت او ال table دوت وادوس هنا وقول له add view point وقول له اوفيس مسلا بالشكل ده طيب ممكن نروح للواي او ممكن تجي هنا وتقول له انا عايز اروح في selected 3d view او فيهم كلهم يتعامل كلهم مرة واحدة عايز ترجع لأوفيس هتدوس هنا راكليك على اوفيس وتقول له اكتف ان 3d view بالشكل دوت طيب ممكن نتجي برضو في 3d ودوس راكليك وتروح برضو لل view point هتلاقي من ناحية الفرونت والباك والطوب والبوتوم والليفت والرائد او ممكن تقول له next view point فيبدأ بدا ما الوفيس يروح لل x وبعد كي يروح لل y وهكسب ممكن تقول له انا عايز ال view point اي واحد من دول او تختاره من هنا x y office ده بحيث انت في المشروع يبقى سهل عليك ان انت تروح لأي view point عايز برضو ممكن تجي هنا وتقول له انا عايز اعمل فولدر عشان انظم يعني ممكن كل مشروع كبير فتعمل فولدر مثلا لحاجات الانتيريور وحاجات الاكستيريور مثلا والاكستيريور تحتيه ال x و y ممكن تعمله رينيم ممكن تعمل منه كوب تانية ممكن تسايفه كصورة تختار بقى الصورة select read view او custom ممكن بقى تعمل update التعدل ال size بتاعه ال x وال width وال high تقدر تعدلهم من هنا طيب ال quality طيب ال type ممكن انا بفضل الصراحة direct x لكن لو حد عايز استخده بsoftware او open GL ما فيش مشكلة عايز يبقى فيه زي نعومة لحاجات كل واحدة من دول كل ما بتكبر كل ما بتاخد وقت اكتر طيب عايز تفعل shadow و عايز تفعل الخصاص ديه تقدر انت تفعله زي ما انت عايز وتختار بقى الاسم اللي انت عايزه طيب كل واحدة من دول بيبقى ليها الخصاص بتاعتها يعني ممكن تقوله لا انا مش عايزك تسايف ال 3d filter مش عايزك تسايف الفيسابيليتي مش عايز تفعل effect يعني هيتنايل من view point ال view point ثاني من غير ما ياخد الفيسابيليتي او ما غير ما ياخد effect وهكذا فكل واحدة من دول تقدر ان انت تشيل الحاجة اللي انت مش عايزها ده الاسم بتاعها ده لو عايز تحطله description لو عايز تقوله نعايز الكاميرا طبعا الكاميرا اساسي معانا ال focus time كل الاختيارات دي تقدر تخليها متفعلة في view point بتاعها ترجمة نانسي قنقر